اجتماع وزراء العدل العرب في العراق ثار جدلاً واسعاً بسبب عدم فتح ملفات قضائية تمس جوهر العدالة ولها علاقة مباشرة بهذا الاجتماع أبرزها المغيبون قصراً وإفلات الجنات من العقاب وتسيس القضاء من قبل الأحزاب السياسية الحاكمة الأمين العام للجامع العربي أحمد أبو الغيط وفي كلمته بافتتاح الاجتماع تعمد إلى عدم الإشارة إلى أكثر من مليون مهجر عراقي منذ تسعة أعوام يعيشون في مخيمات تفتقد إلى الشروط الإنسانية رغم ذكري أن التهجير القصري للسكان هو جريمة حرب في تناقض واضح بين الواقع والافتراض مصادر قضائية عراقية قللت من جدوى أعمال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته التاسع وثلاثين منعقدة في بغداد بسبب غياب ملفات قضائية مهمة مؤكدة أن الاجتماع لا يمنح الشرعية الأخلاقية لقضاء أثبت على مدار عشرين عاماً أنه شريك في اختطاف وطن كالعراق الاحتفاء الحكومي بالاجتماع وكأنه إنجاز لحكومة السوداني تحول إلى مادة للتاكم على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أكد ناشطون على أن تصريحات وزير العدل الحالي خالد شواني تلميع وإظهار لصورة حكومة الإطار التنسيقي على أنها تعمل وفقاً للقانون في بلد تسيطر عليه الميليشيات وينخر الفساد مؤسساته الرسمية مراكز حقوقية وإنسانية أشارت بدورها إلى تفاقم العديد من الملفات الحقوقية في العراق والتي لم تجد طريقاً لحلها كقانون العف العام واكتباض السجون بآلاف العراقين الأبرياء والمغيبين من أبناء المدن المنكوبة في وقت يتم فيه إخراج المجرمين من السجون كنور زهير المتهم بسرقة القرن فضلاً عن شخصيات ميليشيوية تلتخت أيديها بدماء ثوار تشرين ما يمثل شنقاً للعدالة في العراق اشتماع وزراء العدل العرب في العراق دوري للدول الأعضاء ليس إلا استخدمة دعاية لحكومة السوداني وسط انهيار منظومة القضاء في البلاد وإفلات الجنات من العقاب وكلها أسباب جعلت العراق متصدراً القائمة السوداء لمؤشر الإفلات من العقاب العالمي ترجمة نانسي قنقر